اشتركوا في القناة تابعة مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة في غينيا بيساو على ملعب 24 سبتمبر مباراة همة جدا ثلاث نقاط مهمة جدا للابتعاد بصدارة المجموعة ويعني نتائج إيجابية مبكرا لضمان تواجد مبكر لمنتخبنا الوطني في نهايات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2026 هنتكلم على منتخبنا الوطني هنتكلم كمان على مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية والنهاردة يمكن فيه تصريحات لقارلا أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد آلبة العالم آلبة الصحافة الأوروبية لدرجة أن ريال مدريد الأسباني منذ قليل أعلم في بيار رسمي تأكيد مشاركته في مونديال الأندية في الولايات المتحدة ردا على تصريحات كارلا أنشلوتي وأضف إلى ذلك أنشلوتي كمان يمكن طلع توضيح على حسابه الرسمي في منصة تيكس يمكن الكلام اللي قاله أنشلوتي النهاردة قريب من التفاصيل المالية اللي كنا اتكلمنا هنا فيها من حوالي شهر في برنامج التريند بخصوص المكافآت المقترحة من الفيفا للأندية المشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية طوبق مهم جدا وعنوان مهم جدا النهاردة هنفرد فيه مساحة ونتكلم على آخر المستجدات الخاصة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية كمان عندنا النهاردة إطلالة على النادي الأهلي كلام كتير في السوشيال ميديا وتأكيد اللي قلناه في اليومين اللي فاته أخبار الصفقات والتدعمات والتعاقدات النهاردة الناس بتتكلم بقى على ملف تاني مش مين اللي جاي لا ده بتكلمه على مين اللي هيمشي وهي بتكلمه على كولر طلب مين ما يكملش فجزء مهم جدا النهاردة هنستعرض فيه الكلام بخصوص ما يحدث فيه إطار التحضير للموسم الجديد وبالمناسبة النهاردة الفريق كمان أجازة ومن بكرة الاستعداد لمباراة فارقه كمان في الختام عايز أهني فريق كرة السلة في النادي الأهلي على فوزه بالأمس على فريق الاتحاد السكندري 83-79 ضمن مباريات بيست أوف فايف نتيجة جيدة جدا قدرت على طول تعمل تعادل إيجابي في اللقاءات الفاصلة لتحديد بطل الدوري وبإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في المباراتين القادمتين لتحقيق لقب الدوري بعد الفوز في المباراتين بإذن الله إن شاء الله أكيد مكسب مهم جدا تعادل إيجابي في بيست أوف فايف في نتيجة مباريات الأهلي والاتحاد في كرة إسل تفاصيل كتير أو حلقة فيها موضوعات مهمة ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح لسؤال حلقة النهاردة وعايز أسأل حضراتكم توقعاتكم إيه لنتيجة مباراة مصر أمام غنية بيساو اللي هتتلاقي بالنهاردة في تصفيات كأس العالم وكمان توقعاتكم مين ممكن يسجل الأهداف تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة ومين ممكن يكون صاحب الحظ والنصيب اللي يحرز أهداف تساعد منتخبنا على العودة إلى القاهرة بثلاث نقط غالية من غنية بيساو لكن دلوقتي نروح لأهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وفي الترند المحلي المنتخب يواجه غنية بيساو الليلة وأخيراً ريال مدريد يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية عشرين خمسة وعشرين استعرض مباريات اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباريات الجولة الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في مبارتين بدأوا حوالي الساعة 4 وانتهى الشوت الأول منذ قليل بتقدم بتسوانة خارج أرضه على الصومال بهدف مقابل لشيء جينيا الاستوائية مع ملاوي ما زالت تعادل السلبي بين كلا المنتخبين 0-0 الساعة 7 3 مباريات أغندا هتستضيف الجزائر بنين هتستضيف نيجيريا غينيا بيساو هتستضيف منتخبنا الوطن الساعة 10 غينيا كونكري هتستضيف موزنبيق غانا هتستضيف أفريقيا الوسطى وفي نفس إطار مباريات المجموعة الأولى مباريات منتخب مصر أو مجموعة منتخب مصر الساعة 10 أيضا بوركينا فاسو هتستضيف السيراليون وكانت بالأمس هناك مباراة بين جيبوتي وأثيوبيا وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 دي أبرز مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم فاصل ثم نواصل في قصة وحكاية النهاردة الصبح كده صحينا على قصة وحكاية ليه علاقة بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية حوار صحفي أجرى كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد في إحدى الصحف الإيطالية اتكلم عن الإنجاز بالفوز بدوري أبطال أوروبا والأرقام التاريخية اللي بيحققها مع النادي المالكي في السنوات الأخيرة وتسأل على مونديال الأندية في أمريكا بمشاركة 32 نادي وبالتأكيد البطولة دي بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل إفريقيا في آخر 3 نسخ من آخر 4 سنوات وكانت المفاجأة بالنسبة للصحافة الأوروبية لأن المفاجأة اللي قالها أنشلوتي النهاردة بالنسبة أننا هنا في قناة النادي الأهلي ما كانتش مفاجأة لأننا قلنا الأرقام المالية اللي قالها أنشلوتي النهاردة من حوالي شهر ولكن الجزء اللي يهم الجماهير المصرية تحديداً في الحوار اللي قدامك صورة منه على الشاشة مع إحدى الصحف الإيطالية قال فيها كارل أنشلوتي إيه ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية مباراة واحدة للريال بتساوي 20 مليون أورو فيفا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة ومثلنا سوف ترفض عدد من الأندية دعوة فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية أعتقد تصريحات واضحة جداً قالها النهاردة كارل أنشلوتي في إحدى الصحف الإيطالية طبعاً الرقم اللي قاله أنا بالنسبة لي مش مفاجأة لأن الأرقام دي أنا كنت اتكلمت فيها من حوالي شهر رغم أن كل الصحف الأوروبية وتحديداً الصحف البريطانية قالت كلام عكسي كلامي إطلاقاً وقالت كلام وأرقام كبيرة جداً لدرجة أن الأرقام اللي قالتها الصحف البريطانية كل المواقع المصريكة مهتمة جداً بنقالها لكن هنا دايماً ما بنتعاملش مع الوكالات الأجنبية أو الوكالات الإخبارية في أوروبا إن هي كلامها مصدق يعني اللي بتقال هناك نكتبه هنا ونقوله هنا لازم يكون عندنا مصادر وإحنا الحمد لله هنا والفضل لله يعني عندنا مصادر في الكاف وفي الفيفا ومصادر رسمية مش أي مصادر ومصادر في أماكن كبيرة وفي مناصب كبيرة فلما بناخد منهم معلومة بتبقى معلومة مصدقة وموثقة والكلام ده أنتوا تأكدتوا منه رسمي في آخر 3-4 سنين ما في معلومة بنقولها على الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي هنا من برنامج التريند إلا ما بيثبت صحتها بعد عدة أيام أو أسابيع أو شهور عموماً كارلا أنشلوت تتكلم على إن جايزة البطولة لفريق ريال مدريد لو دخل شارك في البطولة ووصل للأدوار النهائية هتبقى حوالي 20 مليون يورو طيب ريال مدريد على طول في أقل من ساعة رد في بيان رسمي والريال النهاردة لما يرد في بيان رسمي أعتقد بتبقى إشارة واضحة جداً لتفاصيل هنعرفها في الفترة اللي جاي ريال مدريد على حساباته الرسمية نشر بيان وإعلان رسمي أل في إيه وقضامكم هذا البيان على الشاشة يعلن نادي ريال مدريد إنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأنديال جديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في موسم 2024-2025 لذلك سيتنافس نادينا كما هو مخطط له في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهرنا حول عالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد بيان النادي الملكي كان حاسم وفاصل في مسألة مشاركة نادي ريال مدريد ولكن بيان ريال مدريد لم ينفي تصريحات قارلة أنشلوطي بخصوص المكافآت اللي تكلم عليها مدرب الريال الريال قالها شارك وأنا معلوماتي أن الأندية الأوروبية هتشارك وفي مساعي من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد لزيادة نسبة المكافآت في الفترة اللي جاي والفيفا بيحاول قدر الإنكاني يرفع من نسبة مكافآت البطولة ولكن تصرحات قارلة أنشلوطي النهاردة اللي بالمناسبة كمان أنشلوطي على حساباته الرسمية وعلى منصة إكس نزل توضيح فيما معناه يعني قال فيه وعلى الشاشة هو يمكن داع الأكاونت الشخصي اللي أنشلوطي على منصة إكس قال فيها في مقابلتي لم يتم تفسير كلماتي حول كأس العالم للأندية فيفا بالطريقة التي كنت أقصدها لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن اهتمامي من رفض إمكانية اللعبة في بطولة أعتبرها فرصة عظيمة لمواصلة القتال على الألقاب الكبيرة مع ريال مدريد برضو أنشلوطي بيتكلم على أنه هو ما قالش أو يقصد أن الريال مش هيشارك ولكن إحنا هنا بقى لنا وقفة تانية خالص ليه؟ كل اللي بيتكتب في الصحف الإنجليزية سواء في التايمس البريطانية أو الانديبينتت وكل الوكالات الأوروبية في موضوع الجوائز أنا بأكد لكم وبقول الكلامة بقى لكتر من شهر مش صحيح والفيفا مش هيغامر في فكرة أن يدي جوائز للبطولة دي أكتر من الجوائز اللي هيديها للمنتخبات في كأس العالم وآخر نسخة لكأس العالم للمنتخبات في قطر اللي اتنظمت في ديسمبر 2022 كان لها قيم محددة بدأت من 9 مليون دولار وانتهت بحوالي 42 أو 40 مليون دولار والمعلومات اللي قلتها هنا في برامج التريند يوم حلقة 8 مايو كانت فيها أرقام رسمية اتعرضت في اجتماعات رسمية لللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي تعالوا نسمع ونشوف احنا قلنا ايه قبل شهر على شاشة قناة الاهلي والأرقام اللي قلناها هي النهاردة اللي تم رصدها في إحدى الصحف الإيطالية عبر حوار رسمي تم إجراؤه مع مدرب ريال مدريد كارلو أنشلوتي نتابع المكافئات أنا سمعت أرقام كتيرة وحتى صحف بريطانية اتكلمت على فكرة أن زا صن قالت نظر المشاركة تاخد 40 مليون سترلين لا كلام ده كله مش حقيقي الأرقام كان المشاركة في مونديال الأندية في الفيفا 20-25 في الولايات المتحدة الأمريكية هتبدأ نظير المشاركة بس من 6 إلى 9 مليون دولار الرقم اللي هيدفع للأندية المشاركة من 6 إلى 9 مليون دولار الناس هتقول الرقم ده قريب من الرقم اللي بتاخده المنتخبات المشاركة في كاسر عالم الأندية للمنتخبات الكبيرة اللي تلعبت آخر نصها في قطر آه هو ده الرقم فكرة أنها هتشارك وتاخد 40 مليون سترليني الكلام ده مش حقيق على فكرة. نظير المشاركة عشان بس خلاص تقطع التسكرة وتسافر امريكا انت بتتكلم من ستة لتسعة مليون دولار. بس حطيت رجلك في البطولة. طيب هتلعب في دور المجموعات هم اتنين وتلاتين نادي. هيتقسموا على تمن مجموعات. كل مجموعة فيها اربع اندية. الاول والتاني من كل مجموعة هيتأهلوا لدور السبتاشر. الكازبان بيكملوا دور التمانية وفيه نظام النك اوت. الخاسر بيخرج على طور. دور الستاشر دور التمانية السيمي فاينال الفاينال والتالت والرابع. زي نظام كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين. طيب انا شاركت وخدت الرقم المقترح من ستة لتسعة مليون دولار. طيب كسبت وتأهلت الدور الستاشر ودور التمانية خمستاشر مليون دولار. مجموع الجوائز هتزيد لخمستاشر مليون دولار. وصلت السيمي فاينال الجوائز هتوصل لعشرين خمسة وعشر مليون دولار. سوى فايز او خسر. وصلت فاينال بتتكلم مينموم 30 مليون دولار تاني الجواز بتبدأ من 6 مليون دولار نزير المشاركة عشان توصل فاينال وتاخد البطولة بتتكلم الحد الأدنى 30 مليون دولار دي الأرقام اللي صدرت في آخر اجتماعات للاتحاد الدولي ووصلت لينا الحمد لله بشكل حصري بنقولها لحضراتكم والكلام ده لا تكتب ولا اتقال في أي مكان رغم من الصحفة الإنجليزية قالت أرقام أنا بقول لكم بعيدة تماما عن الواقع بعيدة تماما عن الواقع الأرقام اللي اتقالت في زاسان وفي التايمز البريطاني يعني كل اللي اتكتب في المواقع الأوروبية كان كله غلط النهاردة لأول مرة مسؤول رسمي في سياق تصرحاته يقول الرقم القريب جدا من الأرقام اللي احنا قلناها من شهر 20 مليون دولار ده إمتى ده لما توصل سيمي فاينال فهي الأرقام بالنسبة لريال مدريد حسب موصف ده كارلا أنشلوتي أرقام طبعا بالنسبة له يعني هو لو راح لعب مباراة أو اتنين في جولة في الولايات المتحدة الأمريكية جولة وديها ياخد فيها رقم زي ده فهي أكيد الأمدية الأوروبية بتضغط عشان زيادة الأرقام وفي ضغط بيحصل لزيادة الأرقام والاتحاد الدولة الغاية دلوقتي مش قادر يعلن المكافئات الرسمية لأنه عنده أمل أن يتم ضخ أموال من خلال الرعاة في منطقة الخليج العربي لرعاية هذه البطولة وده اللي بيحصل في الأيام اللي جاية وده اللي ممكن يأجل معاد أرعة البطولة والمعاد المقترح اللي كان هيتعمل في شهر سبعة لنهاية السنة خد بالك الأندية اللي اتأهلت لكأس العالم للأندية لغاية دلوقتي حوالي 29 نادي متبق تلات أندية بطل الدوري الأمريكي وناديين أعتقد من كوبا لبرتادوريس بطولة أمريكا الجنوبية فالمعاد المقترح كان للأرعة في أول سبعة بعد اللغط اللي بيحصل في موضوع المشاركات والأرقام المالية ممكن ينتظر لنهاية السنة ولكن أنا عايز أأكد لحضراتكم فكرة إنك خلاص بقى تبدأ تتابع وتشوف البكتب في أوروبا وتبقى أنت رد فعل لازم نغير النظرية دي لازم يكون عندنا مصادر لازم نسأل الناس في الفيفا نسأل الناس في الكاف نشوف الناس بتشتغل إزاي فنهاردة اللي تقال من قرلة أنشلوتة أعتقد يعني اتأكد بما لا يدع مجل الشك إن كل كلمة قلناها من شهر زي ما سمعتم معايا في الفقرة اللي عرضناها كانت مؤكدة بنسبة 100% عموما هننتظر ونشوف الملف ده إيه اللي يحصل في الفترة اللي جاية ولكن الفيفا لسه شغال على الملف ده في ورشة عمل اتعاملت مع الأندية الإفريقية اللي خلاص تأكد تأهلها ومشاركتها في ورشة عمل اتعاملت مع النادي الأهلي مع نادي التراجي التونسي مع ممولدي سانداونز مع الوداد الرياضي المغربي إمتى القرعة؟ إمتى بقى صفر الأندية المشاركة عشان تعمل يعني ورشة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص لوائح البطولة وبخصوص متابعة الفنادق والتنقلات كل ده يحصل في الفترة اللي جاية لكن البطولة فيها أرقام إن شاء الله بإذن الله تكون موفقة على الأقل للأندية الإفريقية طبعا أن النهاردة بعد تصرحات أنشلوتي وقبل بيان ريال مدريد أنا قريت حاجات كوميديا بقى على السوشيال ميديا الريال يعتذر ففرصة البعض ممكن يضمن أو يطلب المشاركة طبعا أكيد السوشيال ميديا فيها كلام كتير سواء في إطار الكوميديا أو في إطار إيه الناس بتقلش على بعض لكن طبعا الريال خطع بشكل حاسم يعني موضوع المشاركة وأكيد الريال هيكون على رأس الأندية المشاركة في البطولة ولكن هيبقى فيه بقى مناقشات واقتراحات في الأعام اللي جاية بخصوص الأرقام المالية وزيادة قيمة الرعاة والتصويق والأمور التجارية في هذه البطولة ده جانب الجانب التاني نروح لمنتخبنا الوطني النهاردة منتخب مصر عنده مباراة أنا عايز أقول مباراة عنق زجاجة مش عشان قوة المباراة أو صعوبتها بالعكس يمكن الفرق التاريخ ما بين مصر وغينيا بيساو فرق كبير جدا سواء على المستوى المالي أو على المستوى العناصر اللي موجودة في منتخبنا بالمقارنة في منتخب غينيا بيساو ولكن هي عنق زجاجة ليه انت النهاردة عندك تسع نقاط أقرب المنافسين غينيا بيساو اللي هتلعبها النهاردة خمس نقاط بوركينا اللي هتلعب بالليل النهاردة مع سيريليون ده أربع نقاط وده أربع نقاط إذا ربنا قرمك وكسبت هتبقى 12 نقطة بعدت تقدر تقول بدري بدري كده بتحسن موضوع تأهلك للولايات المتحدة الأمريكية مش هتستنى بقى حزبة بيرما وتستنى الدوري التاني والكلام ده كل توصل 12 نقطة هتستنى الماتش اللي جاي الجولة الخمسة في مارس النقطة يبقى العلامة الكاملة من الدوري أول خمس مباريات بخمس انتصارات لما تبص على الأقرب المنافسين كلهم بيتعدلوا مع بعض فنتيجهم دي بتساعدك يعني مبارح مثلا جيبوتي وإثيوبيا اتعدلوا واحد وحد قبلها كانت إثيوبيا اتعدلت مع غينيا بيساو بوركينا قبلها كانت اتعدلت وخصلت من مصر فتبص على ترتيب المجموعة مصر تسعة غينيا بيساو خمسة بوركينا وسيريليون أربعة إثيوبيا ثلاث نقاط واجيبوتي حصلت المجموعة بنقطة واحدة النهاردة لو بوركينا وسيريليون اتعدلوا هيبقى خمس نقاط زيغينيا بيساو انت ربنا قرمك وكسبتها تبقى 12 نقط يبقى 12 خمسة خمسة فرق سبع نقاط الجولة اللي جاية تكسب تبقى 15 فرق 10 نقاط يبقى انت بإذن الله عنقوا الزجاجة النهاردة مع غينيا بيساو لو كسبت نقدر نقول إن شاء الله بإذن الله قبل نهاية التصفيات صراحة التصفيات يعني تسع منتخبات متأهلة من قارة إفريقيا للبطولة ده حاجة المفروض يعني مصر تخلصها بدري بدري زي ما احنا شايفين المجموعات التانية تونس بتخلص بدري كوديفور بتخلص بدري المغرب بتخلص بدري يمكن الجزائر دخلها في حزبة بيرما بعد خسارتها آخر مباراة على أرضها فبدري بدري مهم جدا تحسم هذه الجزئة طيب النهاردة ناس كتيرة بتسأل التشكيل المتوقع مين مصر النهاردة ممكن تلعب قدام غينيا بيساوي ازاي حسام حسن النهاردة عنده أكتر من فرصة أنه يعدل في التشكيل ازاي محمد طيب على فاكر ممكن دي صور هي حاليا من مقر إقامة منتخبنا الوطن في غينيا بيساوي المنتخب حاليا بيستعد للمغادرة من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة طبعا المباراة الساعة سبعة دلوقتي الساعة خمسة وتلت يعني أعتقد المنتخب لازم يكون في خلال عشر دقيق ربع ساعة بكتير في استاد 24 سبتمبر في غينيا بيساوي عشان قبل ساعة ونص من معاد اللقاء فدي صور خاصة جاية من غينيا بيساوي من اتحاد الكورة بخصوص تحرك اللاعبين والجهاز الفني شافين طبعا صلاح وتريزيجي وكل اللاعبين محمود سليم هو كمان محلل أداء الفني لمنتخبنا الوطني جهاز الفني كابتل حسام حسن كابتل طريق سليمان المدرب إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين حارس مصر الأول محمد الشناو حارس منتخبنا محمد شريف أحمد نبيل كوكا شايفين كمان هو مروان عطية نتمنى يا رب بإذن الله يكون المنتخب موفق النهاردة محمد حمدي الأكيد بنسبة كبيرة هيعتمد عليه حسام حسن في تشكيل منتخب مصر ياسر إبراهيم أقرم توفيق طبعا معظم الصور قدامنا يمكن لعاب الأهل انت عندك 11 لاعب من النادي الأهل النهاردة في منتخب مصر 25 لاعب منهم 11 من الأهل تبتتكلم ما يقرب من 40% من قيمة مصر من النادي الأهل طيب لما نروح على التشكيل النهاردة إيه اللي ممكن نتغير؟ أولا طريقة اللعب من 3-4-3 اللي لعبنا بيها مباراة بوركينة ممكن النهاردة تتغير لـ 4-3-3 أو 4-2-3-1 ليه؟ انت عندك محمد حمدي كان تم إيقافه في المباراة الماضية بسبب أنه اضطرت في لقاء الكونغو الدموقراطية في آخر مباراة كاس الأمم فبالتالي إنذار فإنذار خد إيقاف مباراة واحدة فالإيقاف ده كان ساري على تصفيات كاس العالم فما لعبش ماتش بوركينة فاضطر حسام حسن نغير في طريقة اللعب وفي التشكيل الفريق النهاردة محمد حمدي موجود في القيمة وموجود مع الفريق في غنياب يساو فأعتقد وارد جدا طبعا لسه التشكيل الرسمي لم يعلن ولو تم إعلانه لغاية نهاية الحلقة أكيد هنكون معاكم ونقول لكم التشكيل الرسمي وقت ما يعلنه حسام حسن ولكن ممكن جدا ووارد جدا يبدأ النهاردة بمحمد حمدي كزهير أيصر طب لو بدأ بمحمد حمدي زهير أيصر التشكيل المتوقع محمد الشناو في حراسة المرمة خط الظهر من الليميل الشمال محمد هاني بكريت اتنين مساكين الاستقرار على استمرار رمي ربيع ومحمد عبد المرعن في خط الدفاع ومحمد حمدي زهير أيصر في وسط الارتكاز لو هيلعب بتلاتة حمدي فتحي مروان عطية وأحمد سيد زيزو طب لو هيلعب بتلاتة بحمدي فتحي ومروان عطية وقدمهم تلاتة أحمد سيد زيزو محمد صلاح محمود حسن تريزيجي ورأس الحربة مصطفى محمد يبقى ده شكل التشكيل المتوقع اللي ممكن منتخبنا الوطني يلعب بين النهاردة مباراة غينية بساو أيا كانت العناصر اللي هتلعب النهاردة أو هتبدأ النهاردة أنا كل اللي يهمني في ماتش زي النهاردة لا أداء ولا شكل ولا مستوى أنا كل اللي يهمني في أجواء مباراة غينية بساو نخطف التلات نقاط ونرجع مصر بخير بإذن الله لأن الرطوبة العالية أراضية الملعب مش كويسة قبل هذا اللقاء من يومين تلاتة غينية بساوك بتلعب على الأرضاء مع منتخب إثيوبيا كانت المباراة يعني دمات قيل لا فيه كورة ولا فيه فنيات ولا فيه مستوى يعني أنت لو بسيت على مباراة في الدور المصري تقدر تقول أهم وأقوى من مباراة غينية بيساوي إثيوبيا لو بعدت فريق من الدور المصري يلعب غينية بيساوي هيكسب أرضية سيئة جدا أجواء صعبة جدا فالمباراة اللي زي دي اخطف وجري تاخد الثلاث نقاط وترجع على طول على بلدك لا تركز بقى في الأداء ولا في المستوى فنا يهمني النهاردة ناخد الثلاث نقاط لقدر الله أسوأ الظروف يبقى تعادل إيجابي أسوأ الظروف تعادل إيجابي أي نتيجة غير كده أكيد مش هتبقى مقبولة آه إحنا على مستوى النتائج ممكن مع غينية بيساوي لعبنا مثلا حوالي عشر مباراة منهم مثلا حوالي تمانية تسعة ودي مثلا يعني وكسبنا في معظمهم حوالي يمكن خمسين ستين فنم من عرض المباراة دي وحتى لما خسرنا ما فيش غير مباراة ولا اتنين مثلا ده إذا خسرنا ده هنشوفها كده في الترند المحلي ولكن لما باتكلم على التاريخ ما بين مصر وغينية بيساوي لا تاريخ كبير فرق شاسع ما بيننا وبين غينية بيساوي على المستوى الفني نفس الأمر لما لعبت جيبوتي أو هتلعب سر أو لعبت سيريليون انت كسبت سيريليون على ملعب نجيل صناعي فانت محتاج النهاردة تعمل نتيجة على ملعب نجيل طبيعي يعني أول ملعب ممكن أرضية الملعب مش كويسة ولكن نجيل طبيعي مش نجيل صناعي فده إن شاء الله ممكن يؤهل مصر ان تأدي أو تكسب المباراة بشكل أفضل خدوا بالكم الحاجة تانية انت معاك غينية بيساوي ومعاك بوركي نفاسه ومعاك سيريليون وإثيوبيا ويجيبوتي خمس منتخبات الخمسة دول ما بيلعبوش على أرضهم كله بيلعب بره أرضه معادة منتخب غينية بيساوي اللي هل لعبوا النهاردة كلهم بلا استثناء معادة غينية بيساوي بيلعبوا بره أرضهم أثيوبيا بتلعب في المغرب جيبوتي بتلعب في المغرب سيريليون بره أرض بصوا كله بيلعب بره أرضه يعني حتى لما رحنا لعبنا سيريليون ما لعبناش في سيريليون لعبناها في بلد قريبا من سيريليون قال حتى مش فاكر والله وقتها لما لعبنا تعرفين التصفيات كل ست شهور ماتش يعني فمش متذكر لعبنا معاها فين بس ما كاتش في سيريليون فالمجموعة بتاعتنا برضو فيها ميزة إن كل المنتخبات المنافسة ما عندهاش خصوص إنها تلعب على أرضها بنية تحتية القدرات يعني البلاد كلها إمكانياتها المادية مش بنفس القدر زي ما بنشوف بالتأكيد في دول شمال إفريقية إلا غين يا بيساوي الوحيدة اللي عندها ملعب معتمد فأنا أتمنى إن شاء الله النهاردة منتخبنا يكون موفق في الفوز في هذا اللقاء طاقم تحكيم هذا اللقاء النهاردة هذا اللقاء هيديره حكم السوداني بحمود إسماعيل عارفينه طبعا أدار مباراة الأهل والرجاء وأدار عدة مباراة للأهل في فترات سابقة ويمكن مباراةه مع المنتخب ما كانتش كتيرة بس أدار مباراة عديدة للأهل على المستوى الإفريقي في مسابقات الأندية في الفترة الماضية نتمنى يكون حكم موفق المباراة ما فيهاش تقنية فار التصفيات كلها معظم القرارات ما بيتنفس طبعا تقنية الفيديو في كل المباراة لكن طبعا نتمنى يكون في التقنية لأنها بتفرق لما شفنا الحكم الكيني في مباراة مصر وبركينا للأسف يعني المستوى التحكيمي ما كانش جيد وكنا محتاجين يعني ضرب الجزال محمود حسن تريزيجي وكنا محتاجين حيات كتيرة في هذا اللقاء التحكيم ما كانش إيجابة في هذا اللقاء وكان ممكن مباراة تتعقرب في اللحظات الأخيرة لكن الحمد لله منتخبنا إيه دي يكسر فالضار مؤثر ومهم لكن التصفيات كلها بتتلاعب بدون ضار أي سيراليون زي ما قلت حالكم ما لعبتش في سيراليون لعبنا في ليبريا فحنا حظنا كويس جدا أن المجموعة كلها ما بتلعبش على أرضها إلا غينيا بيساو هي الوحيدة اللي بتلعب على أرضها والنهاردة مباراتنا مباراتنا معاها هتكون الساعة سبعة بتوقيت القاهرة ده أمر متعلق به منتخبنا الوطن نروح لي جانب متعلق بالنادي الأهلي بس قبل ما روح لفريق القرى في النادي الأهلي عايز أتكلم على فريق البسقط لأن فريق البسقط مباراتنا حفاز في مباراتنا كانت مهمة جدا على الاتحاد السكندري في إطار مبارات نهائي دور السوبر كان فوز مهم لأن اللقاء الأول فريق الاتحاد قدر يكسب الأهلي 71-69 طيب المبارات التانية مباراتنا والمبارات برضو في الجزء الأخير كانت يعني لقدر الله ممكن تتعقرب شوية ويمكن أنا ملاحظ أن فريق البسقط في الفترات السابقة كان بيتميز دايما بالكوارتر الثالث والرابع الشوت الثالث والرابع بيتفوق فيه لكن الفترة الحالية أعتقد الأمور ما بقيتش بنفس السياق المبارات السابقة أتمنى يكون فيه اهتمام جدا باللحظات الأخيرة في الشوت الرابع عشان نقدر نحسم المبارات دي بدري فريق الاتحاد عنده مشاكل فنية أكيد وكنا متفوقين عليه في فترات سابقة لكن واضح أنه بيركز أو مركز جدا في البطولة دي دلوقتي في البستو أوف فايف النتيجة واحد واحد عندك مباراة تانية أكيد محتاج تكسب عشان تتفوق على فريق الاتحاد ولو كسبت المباراة اللي جاي هتبقى تنين واحد ساعتها هتبقى على أعتاب الفوز بالبطولة في حال الفوز في اللقاء اللي يليه على طول فنتمنى يا رب التوفيق للنادي الأهلي في بطولة البسكت اللي تتلايب على صالة أستاذ القاهرة الدولي وهتمنى يكون فيه حضور جماهيري أكتر من اللي حصل في المباراة الأولى والتانية من جماهير النادي الأهلي عموما الكابتن أحمد الجرحي مدرد فريق البسكت في النادي الأهلي كان ليه تصريحات وتكلم على أحداث اللقاء والفوز ألهام على فريق الاتحاد السكندري نطلع نسمع ونشوف كابتن أحمد الجرحي قال إيه بعد اللقاء حابب بس أقول حاجة يعني في عشر ثواني قبل ما نبدأ الكلام عن المطش شفت فيديو كتير ناس بحثت ولي كتير كابتن أحمد عمر بيقول فرقة الأهلي فرقة يعني المطش سهل أو الفرقة مش عارف إيه أنا أعرف كابتن أحمد عمر على المستوى الشخصي كابتن أحمد عمر يعني كمة في الأخلاق المستلحات دي بتبقى بيننا وبين اللعيبة إن انت بيتولو هو يعني اللي يعني إن إحنا بدقين وحش هم فرقته اللي دخلتنا في الجيم فمش عايز حد ياخدها بمحمل وحش لأن هو فعلا راجل على قدر كبير جدا من الأخلاق طبعا يعني الله يبارك فيكي أكيد نهارده بدأنا بداية مميزة الفريق كله دايما إحنا بنقول إن في أي سيريوس كده من بيستو ثري أو فايف دايما بيبقى الخسران بيحضر أحسن للجيم بيبقى عايز يرجع للسيريوس إن يتعادل فاللعيبة نزلت مركزة التزمت بالتعليمات كان فيه إنكار للزات النهارده كنا بنلعب للفرقة كنا بندفع أحسن الحمد لله لكن برضو مش هقول طراخي يعني طبيعي جدا في لعيبة لعبة دقايق كتير كان لازم النهارده الروتيش هنيبقى أوليل على المحتاجين مكسب النهارده قوي في لعيبة لعبة حاجة و 30 ديئة حوالي 3 أو 4 لعيبة فطبعا كان فيه إجهاد وهما لعبوا بعدد أكبر رجعوا في نص الماتش ورجعنا عليهم تاني رجعوا في أخر الماتش بس الحمد لله إن الفرق اللي عملناه في بداية المباراة وإدانة أريحية إن نحن نقدر نفنش الماتش وواحد واحد يعني ولا أكتر ولا أقل مباراة الاتحاد دايما بيكون لها طبيع خاص وإحنا شفنا حتى أي إن كان لو فيه خمسة من جمهور الأهلي وخمسة من جمهور الاتحاد هنحس إن هم مليون واحد فدرب الأهلي والاتحاد دايما في الباسكت بيكون صعب الحقيقة وده مش عيب إن نحن نقوله صعب الاتحاد أكيد فرقة كبيرة ومحترمة وخصوصا طبعا في الباسكت المباراة في الآخر بقى هتهرب مننا ولا لا يعني الحمد لله عندنا خبرات تقدر تفنش الجيم بس برضو مش معنى كده إن إحنا يعني يبقى فيه تراخي أو إن إحنا أكيد الماتش الجاي هيبقى أعنف من الماتش ده من الفرقتين لأن الماتش الجاي ماتش محواري يعني اللي بيكسب الماتش الجاي بيبقى عنده فرستين في الخمس جيمات فهيبقى ماتش عنيف طبعا يبقى طوف أكتر وأجريسيف أكتر والديفنس هيبقى أقوى وهيبقى فيه معدلات جري أعلى فيعني ربنا يكرم إن شاء الله وزاي ما بتقولي فريق الاتحاد فريق كبير جدا يعني أهلي أو الاتحاد دايما أنت بتشوفي آخر مرشات كورة كورتين اللي بيحسموا المباراة فرقتين كبار أنا دايما بقول الكلمة من السنتين اللي فيتوا حتى وإحنا البطل الدوري والكاس إن الأهلي والاتحاد كورة بتكسب هنا وكورة بتخسر هنا الفرقتين بالنسبة لي أبطال دايما في آخر كذا سنة هم دايما بلعبوا كل الفاينالات مستر أجستيبوش أكيد دلوقتي بقى في المحاضرة الفنية كان ليه كلام مختلف خالص زي ما قلتلك إن إحنا إن الماتش الجاي حيبقى أقوى إن إحنا لازم نلعب بالروح دي لازم نلعب بالكتال ده لازم نلعب بإنكار الزات اللي إحنا كنا فيه النهاردة لازم نلعب خبراتنا في الأوقات الأخيرة دي أحسن شوية من النهاردة ما فيش بقى هنبدأ تحضير الماتش إن شاء الله من بكرة بإذن الله طيب كلمة أخيرة بقى الجمهور الأهلي إحنا يمكن طبعا شوفنا دعم كبير جدا هنا في صلة استاد القاهرة ودائما يعني ده مش شيء مش جديد أكيد على جمهير النادي الأهلي والله جمهور النادي الأهلي ده على رأسنا وجمهور عظيم إحنا بنلعب عشانه أعتقد إنه هم لو ما سمح لهم يملوا الصلة دي كلها يملوها عارفين الظروف طبعا اللي هم بيعانوها نفسي بس إنه هم يتهيق لهم الأجواء إنه هم يخشوا بأدواتهم بطريقة كويسة بمعاملة كويسة وجمهور الأهلي يعني أعظم جمهور في قرية أفريقيا وفي الشرق الأوسط كله طبعا بشكرك جدا كابتن أحمد وبنتمل لك التوفيق ربنا يخليك شكرا مرسي جدا تصريحات مهمة جدا للكابتن أحمد الجرحي مدرب فريق البسكت لفريق النادي الأهلي بعد الفوس بالأمس على الاتحاد السكندري طيب أروح بقى لنطاق أو حديث عن فريق الكورة والكلام الكتير على فريق الكورة في مرحلة حارجة جدا نحن لسه في وسط الموسم والموسم لم ينتهي وبأكد نفس الكلام اللي قلتوا مبارح واللي قلتوا أول مبارح كل الكلام اللي بيكتب عن حسم صفقات انهاء ملفات بنسبة تتخطط 90% من الصح النادي الأهلي في مرحلة معينة لما بيتم حسم صفقة هيعلن لأنه في لحظة معينة لازم يعلم لأنه في قائمة إفريقية تبدأ التسجيل فيها من 21 سبعة فبالتالي انت شدت ضل قاعد حاطت إيدك على خدك زي ما قلت مبارح ولازم تشتغل بس في نقطة تانية بخلاف كل الكلام اللي جاي للموسم الجديد والصفقات اللي هتيجي والتدعمات اللي هتيجي ابتدى الكلام بقى دلوقتي ينطلق لمرحلة تانية أصلي فيه لعيبة هتمشي أصلي فيه لعيبة ممكن ما تكملش هو طبيعي في نهاية موسم فيه لعيبة هتيجي وفيه لعيبة هتمشي بس هل تم الاستقرار على أسماء اللعيبة اللي هتمشي اللي قلت لحضراتكم كذا مرة لأ وبرضو بعيد وزيد تاني واللي قلتوا مبارح وأول مبارح فيه اجتماعات داخل النادي الأهلي بالأمس كان فيه اجتماعات من التخطيط اليوم فيه اجتماع برضو على مستوى خطاع الكورة عشان حسم بعض الملفات الهم ولكن هل من مصلحة فريق النادي الأهلي ان احنا هنا نطلع نأكد على بعض التفاصيل اللي بتتقال فيه أماكن غير رسمية بشأن رحيل عدد من اللاعبين أو صفقات قد تنضم لا ليه لأن انا قلت وبأكد تاني هذا المكان ليس مكانا للصبق الصحفي هذا المكان نعلن فيه اخبار رسمية ليس فيه مساحة للاجتهاد هنا لما نقول لعيب سين ماشي هنا مش باكتهد او هنا بنفرد بخبر انا ممكن انفرد بخبر في ملفات خارجية لها علاقة بشكل مباشر او غير مباشر مع النادي الأهلي ولكن لما تروح لقرار لعلاقة بمنظومة النادي الأهلي يبقى هنا مش هيبقى انفرد ولا هنا هيبقى فيه صياق اللي انت بتعمل صبق صحفي او اعلاني هنا انت بتعلن خبر رسمي لجمهور النادي الأهلي فاحتراما ليه جماهير النادي الأهلي طالما ليست هناك معلومات رسمية او اخبار رسمية عن صفقات انضمت او انتهت رسميا او انتهت بشكل عام مش هينفى نعلن للأهلي لسه ما اعلنش نفس الامر على بعض اللاعبين اللي بتقال عليهم انهم مشوا طب مشوا ازاي ولسه فيه 19 مباراة في الدوري تعارفين يعنيه 19 مباراة في الدوري طب تتكلم على دوري كامل ده كمان ما حسبتش مطشط الكاس اللي لسه هتتلعب في السيزون الجديد اللي احنا فيه فيه خمس مباراة لو وصلت فينال فلسه بدري على الكلام ده فيه لعيبة ممكن تنضم اكيد فيه لعيبة ممكن تنضم عشان الاهلة هيقدم قائمة افريقية في الفترة من 21 سبعة لو 31 تمانية ولكن هتسمعوا كتير اول فترة اللي جاي وانتو عارفين الفترة دي الاجندة الدولية المنتخب هو كل اللي صدرت عليه وكل الاخبار عليه فالناس بتحاول تجيب اي اخبار عن الاهل وعن بقى الاندات تانية فالناس هتكتهد وكل واحد بيحاول يكتهد وفيه ناس بتحاول تفبرك ماهي الناس كلها مزاي بعضها يعني الناس كلها مزاي بعضها فيه ناس بتحاول تكتهد فيه ناس بتحاول تفابريك فيه ناس بتحاول تبقى ترند فيه ناس بتحاول تعمل بروباجندا ولكن في النهاية في المدرسة دي تحديدا أنا أتعلمت حاجة مهمة جدا اللي بيشتغل يوميا على ملفات الصفقات وكل يوم لازم يقولك 10-15 خبر اعرف يعني أنه بلغة الصحافة كده أو بلغة السوشيال ميديا هبت كبير بيدرب أخبار كتيرة عايز يبقى ترند على السوشيال ميديا لأن الصفقات والتعاقدات في النادي الأهلي ما بيتمش في الإطار ده وما بيتمش في الصياق ده بدليل أن في أسماء تقالت أنها مضت رسمة للأهلي وممكن أصلا الأهلي لا يعلن عن ضمها أو لا يعلن عن إتمام التعاقد معها فالكلام كتير والهبد كتير والناس اللي عايزة تبقى ترند كتير ولكن هنا إحنا مش هنبقى في مساحة لمنافسة على هذا الموضوع هنا لما نقول خبر هيبقى خبر رسمي لا هيبقى انفراض ولا هيبقى صبق صحفي لأن احنا هنا بنمثل منظومة الأهلي الإعلامية هي القناة الرسمية للنادي الأهلي نقطة ومن أول السطر دي كانت أبرز الموضوعات والعلاوين اللي كنت عايزة أتكلم فيها النهاردة في برنامج الترند نطلع فاصل وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند واللي كتب في السوشيال ميديا على النادي الأهلي وعلى كمان منتخبنا الوطن أعلم بحضركم في الجزء الأخير من برنامج الترند اللي هنستعرض فيه آخر الأخبار اللي كتبت في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة البداية في ترند الأهلي بحساب اليوم السابع يتكلم على مباريات الأهلي خلال شهر يونيو قالوا مبارتان مع فرقه بجانب مواجهة الزمالي خمس مباريات تنتظر الأهلي في يونيو الجمعة 14.06 الساعة 7 مباراة مع فرقه مؤجلة من الجولة 11 ثم في الأسكندرية أيضا مواجهة مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثة 18.06 الساعة 7 في الجولة الـ 26 من الدوري العام نروح يوم الجمعة 21.06 هنلعب مباراة مع الداخلية الساعة 7 أيضا في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 يبقى بالتالي فيه كده مباراتين من الدور الأول مؤجلات مع الأهلي مباراة القمة مع الزمالك يوم الثلاثة 25.06 الساعة 7 في مباريات الأسبوع السبعة وعشرين وتختطى مباريات الأهلي في شهر يونيو بمواجهة فرقه مرة تانية خلال نفس الشهر ولكن يوم 28.06 الجمعة الساعة 7 بالليل ولكن دي مباراة ضمن مباريات الأسبوع الثمانية وعشرين في الدور على فكرة طبعا بعد شهر ستة مش هنريح لا لسه هنكمل انت بتتكلم في خمس مباريات دول في شهر ستة ومن واحد سبعة لـ 12 سبعة فيه أربع مباريات في الدوري يعني تسع مباريات من أول الأهل ما يرجع الجمعة اللي جاية في الدوري لغاية 12 سبعة وهتختفى موقتها بمباراة بيرامدز هنشوف بقى موقتها هالك جدول بعد كده هيتغير ويتعامل موعيد تانية المطشاط اللي بقى هتتعامل ازاي انت لما توصل لـ 12 سبعة هتكون لعبت بالضبط 24 مباراة لسه باقي عشر مباريات من 12 سبعة كل السبعة للأهل عشر مباراة في الدوري عشان يتلعبوا كل 48 ساعة و72 ساعة محتاج تخلصهم على 28 فمش عارفين بصراحة الدوري المعادر الرسمي الربط هتعلن أمتى بالضبط طيب حساب بطولات بيتكلم على ان بطولات بيكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب في الأهل بالأمس في حضور خالد بيبو وده الجزء اللي كنت اتكلمتي فيه مع حضرتكم مباراة واول مباراة والنهاردة بأكد عليه تاني مباراة كان في اجتماع لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن خالد بيبو ولكن كان جزء من الاجتماع لأن الاجتماع كان فيه تفاصيل تانية وكان فيه اجتماعات تانية وكانت فيه ملفات تانية مش قطاع الكورة بس الفريق الأول مش الملف الوحيد اللي بيتمه منقشته دلوقتي في ملفات تانية بيتموا منقشتها بحضور حسن غالي والكابتن محمود الخطيف ولجنة التحطيط وبيتم الاستعانة وقتها بقى بكل مسؤول حسب الملف اللي هيتم منقشته معاه النهاردة في اجتماعات اخرى اكيد في اجتماعات اخرى ولكن وقت ما يتم الاعلان الرسمة على التفاصيل هنكون معكم اكيد ونعلن كل التفاصيل او ما قالوا مبارح ان الاجتماع عقد بدون حضور مرس الكولر هو لم يكن معني بالاجتماع تم منقشة عرض موقف الصفقات المرشحة انتظار موقف كولر من بعض الصفقات بالمناسبة انبارح كمان امير توفيق كان موجود في هذا الاجتماع وحضر هذا الاجتماع بعد ما انتهى من دبلومة الفيفا وورش العمل لحضرها في اوروبا خلال الفترة الاخيرة وكمان الكلام على تعديل عقود مروان عطية وكوكا ومصطفى مخلوف وتعديل اللايحة الخاصة بالعقوبات هي تفاصيل اللي هي علاقة بشغل اداري مع مدير الكورة وشغل تعاقدات بحضور امير توفيق حضر هذا الاجتماع بالامس والنهاردة اكيد هيكون فيه سلسلة من الاجتماعات الاخرى طيب حساب المصري الرياضي بيتكلموا على حقيقة العرض السعودي لضم مروان عطية وقالوا ان فيه عرض سعودي جاي للنادي الاهلي للتعاقد مع مروان عطية والعرض من نادي اسمه الرائد السعودي ده تكلام في تقارير نشرت في الساعات الاخيرة طيب مصدر مسؤول في الاهلي للحساب الرسمي للمصري الرياضي نفى هذا الكلام ودرت النادي مجالهاش اي عروض رسمية لمروان عطية سواء من سعودية او من اي اندية اخرى او من اي دول اخرى وقالوا ان مروان عنصر اساسي في النادي الاهلي وعنصر مهم جدا في تشكيلة مرس الكولر واللعب مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي طيب نشوف كمان إلمعان ان فيه كلام برضو جاي من السعودية على لعبه اخيرين حساب في الجول نقل تصريحات او خبر مكتوب في صحيفة اليوم السعودية وفقا لمصادرها بدأ مفاوضاته لدم احمد حجازي بعد استقرار اتحاد جدة على رحيله يمكن ده خبر جاي من السعودية طيب عموما ده خبر متعلق به احمد حجازي طيب نكمل مع بعض ونشوف برضو ايه اللي معانا في تريند الاهلي الوطن سبورت كولر يرحب برحيل كهرباء نهاية الموسي برضو الكلام ده انا بقول لحضراتكم لسه فيش اي تفاصيل عليه نكمل تاني الوطن سبورت كولر يصدم افشى ويحسن مصيره مع الاهل كلام كتير بيتقال على لاعبي النادي الاهلي وانا بقول لكم الكلام ده اصلا بعيد تماما عن الواقع نروح بقى دلوقتي للأهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اعلن التشكيل اللي هيخد به مواجهة غنيا بساو بعد اقل من ساعة وربا ساعة سبعة التشكيل على الشاشة معانا محمد الشناوي في حراسة المرمى محمد هاني زهير ايمن محمد حمدي زهير ايصر عبد المنعم ورامي ربيعة اتنين مساكين في وسط الارتكاز حمدي فتحي مروانة عطية احمد سيد زيزو في خط الهجوم تريزي جي محمد صلاح مصطفى محمد ده نفس التشكيل المتوقع اللي احنا كلمنا فيه من شوية طب على دكة البودلاء فيه اتنشر لاعب في تصفيات كاس العالم حداشر اساسي واثنشر على الدكة مين على الدكة؟ اتنين حراس محمد عواد مصطفى شبير بالاضافة الى ياسر ابراهيم عمر كمال عبد الواحد اكرم توفيق احمد لبيل كوكا ناصر ماهر ابراهيم عادل مصطفى فتحي احمد امين اوفا امام عشور ومحمد شريف ده تشكيل منتخبنا الوطني وابرز العناصر اللي هتكون موجودة على دكة البودلاء طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يكون صعيد الحظ في احراز هدف لمنتخبنا الوطن نبدأ بادهم بيقول ان شاء الله الفوز لمصر 4-0 والتأهل لكأس العالم بالعلامة الكاملة ان شاء الله لم يتوقع مين هيحرز الاهداف محمد مجدي بيقول اتوقع واحد واحد واللي هيسجل لمصر مصطفى محمد محمد متشائم ماشي محمد زيدان بيقول ان شاء الله المنتخب يفوز 0-2 والله الموافق ولكن لم يتوقع مين هيحرز الاهداف هاني بيقول اتوقع مباراة صعبة خارج الارض لكن عندنا ثقة كبيرة في منتخب مصر لتحقيق الفوز اتوقع النتيجة واحد صف ويحرز الهدف تريزيجي ان شاء الله كل التوفيه لمنتخب مصر تريزيجي لو احرز الهدف يعني تريزيجي بينافس على فكرة على مين الهدف التاريخي للتصفيات الافريقية الحالية في تصفيات كاس العالم المنتخبات الاخرى اشرف توفيه بيقول ان شاء الله المنتخب يكسب اتنين صف عبد المنعم وامام عشور طبعا امام على الدكة مش هيبدأ سامح بيقول مباراة قوية وصعبة اتمنى فوز منتخب مصر وتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة لكن اتوقع التعادل واحد واحد قطيب الامنيات بالتوفيه لمنتخب مصر وتحقيق حلم المونديال هو بيتوقع المطش صعب وقوي وبيتمنى الفوز ولكن هو شايف احساسه المباراة تنتهي بالتعادل الايجابي عموما هننتظر ونشوف بعد اقل من ساعة او بعد ساعة وعشر دقايق هنشوف منتخبنا هيعمل ايه في هذا اللقاء الهام واعتقد اختبار جيد جدا لحسن حسن وجهازه الفني في هذه المرحلة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم في الختام حلقة كانت تداسمة فيها موضوعات فيها عنوين وتفاصيل مهمة ولكن كالعادة بنحاول نقربكم شوية من كل الكواليس والتفاصيل المتعلقة بالاهلي او حتى بمنتخبنا الوطن بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بيتجدد على شاشة قناة الاهلي مع برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء